مواصلة لعمليات الرقمنة التي تدخل في إطار التسهيلات التي يسعى ديوان الوطن للخدمات الجامعية منحها للطلبة وبعد التطبيق مايباس والسوار الإلكتروني الطالب في الإقامة الجامعية غير منزم بتجديد ملف الإقامة بداية من الدخول الجامعي المقبل طالب أن يكون يسجل في المنصة الرقمية بروغرس كل سنة وتاو إن شاء الله نخدمه على هذا المسلحة يعني هذا المشروع يعني في علاقة أولي عنا علاقة مباشرة مع الجامعة بحيث مع مصلحة البيدوجيا بحيث أن الطالب ما نتظره أنه كل سنة يجيبنا شهداء مدرسية باش يعني سوتوماتيك يدخل يعني تلقائيا يجدد رقمنة عملية الإيواء على مستوى الإقامات الجامعية ستكون بالتنسيق مع الجامعات التي يزاول فيها الطالب دراسته والتي تتكفل بإرسال بطاقات الطالب مباشرة لمصالح الإيواء كي تدخل دي لرونوف المون تاع الشامبر تاعك يعني كي تكونك ناجح الجامعة مباشرة تتعطيك الأوكي يعني في البلاتفورم يعني احنا بالتبعية الحال نقبل لك الميلف ونعود نقبل لك تجي فقط البطاقات تاعك يعني الضواتات يعني آلين هذه البطاقة المغناطيسية تكون ترونوفلات أوتوماتيك يجي تدخل يعني في الباب تسيبها مرونوفليات وعلى غرفة تاعك الاخير ذلك رقمنت عملية الإيواء تضاف لمجموعة من التسهيلات التي تسعى من خلالها الوزارة الوصية ضمانات مدرس الطلبة في دروف لائقة